من البقالين ولكن مقصودي من المثال يعلم وليس من اهل الاختصاص نعم اذا كان من اهل الاختصاص افترض افترض اجيب اسماء افترض انه انه مثل مولا صدرا متخصص لو مو متخصص مولانا شا تقولوا متخصص لو مو متخصص ها بيني وبين الله بعد ما اكو شك انه من اكابر المتخصصين اذا صار بناء الله جسمه شا تقولون ها تدرون بانه قائد بالجسمية مولا صدرا في الله مولا صدرا يقول بالجسمية بكرة ان شاء الله مشارح حصول كافي نجيب لكم ولهذا كثير من الاعزاء قالوا سيدنا الله يخليك هذا اللي تقول لفض مكان والله لو اتذي تقوله قلتوا مارد يقوله بالكوثرة انهم الله صدرا قائنة بالجسمية ولكن يقول جسمية الهية طبعا هو في المقدمة يقول الجسم له طول وعرض وعمق وهو جسم جسم وهو جسم حسي خيالي عقلي الهي والله جسم ماذا ضمن المواصفات طول وعرض وعمق الله شنو ولهذا جملة من اعلام الفقهاء من تلامذة سيد الاخوة يكفروه على هذه المسألة كفروه كفروه لانهم قالوا بانه قائل بانه ان الله ماذا سيدنا وويلاه لعد انتو انت خابصين الامة ان ابن تيمية والحنابل قائلين جسم لعد عدكم اقول بلهم غطيها ما اقول احد ما اقول احد ما يقولها لا احد خاص انا اطلعها ليش اغلي الاخر اطلعها انا اطلعها واناقش اقول هذا الرأي مع كل احترامنا لمنلى صدره وصدر المتألهين نوافقه او نخالفه نخالفه وهذا اندل على شيء يدل على حرية الفكر في مدرسة اهل البيت طبعا ما كان يكون حرية الفكر يكون في المكان مسكين مولانا اخرجوه من اصفهان مو فقط اخرجوه من اصفهان الى ان اجموا الان الى قرية كهك انا بيودة تروحون الان الى قرية كهك ثمانية واربعين كيلومتر من الان روحوا الى المسجد الذي عاش فيه السنوات من عمره خادما فيها روحوا شوفوا روحوا وهو يقول بانه انا كل مسألة كانت تشكل عليه ما اقدر احلها مولانا اأتي ماشيا من قرية كهك الى معصومة سلام الله عليه ومن تلك المسأل مسألة اتحاد العاقل والمعقول حلت لي في فلان يوم يوم جمعة مشيت كذا انحلت جزاه الله خير جزاه الله خير معصومة انا حلت لي المشكلة